لنقاش هذا الموضوع رحب ضيفنا من لندن الكاتبة الصحفي يا سيد جهاد أبو فلاح سيد جهاد هل نحن أمام ضربة نفذتها واشنطن طلقتها طهران والآن تجني ثمارها تل أبيب يعني هذا توصيف صحيح بالضبط هو أن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا هي التي كما تعلم نفذت هذه الغارة وقتلت أهم الشخصيات التي كانت تمثل قلقا لإسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية ولأمريكا يعني بشكل عام منذ سنوات طويلة من أكثر من عشرين عام اليوم تنجح الولايات المتحدة الأمريكية في قتل هذا الشخص اليوم الإسرائيلي قد يكون قد علم بقضية الاغتيال لكنه بتقديري بأنه الآن يسعى باتجاه تحقيق الأهداف أولا الاحتفال بانتهاء هذا الشخص الذي كان مقلقا لإسرائيل والذي لعب دورا أساسيا في قضايا كثيرة وفي عمليات كثيرة ذكرتها الوسائل الإعلام الإسرائيلية منذ سنوات وحتى في هذه بعد اغتيال سليماني بدأت الصحف الإسرائيلية في استعراض ما سمته بالجرائم التي ارتكبها قاسم سليماني بحق الإسرائيليين سواء في الشرق الأوسط أو حتى في الخارج وكيف كان يخطط لهذه العمليات على المستوى الداخلي هناك كما تعلم هناك انقسام حاد في داخل المجتمع الإسرائيلي في داخل الحكومة الإسرائيلية هناك أزمة سياسية خانقة داخل إسرائيل في تشكيل الحكومة لكن ما يظهره الجانب الإسرائيلي أن هناك حالة من الوحدة الداخلية عندما يكون هناك تحديد من الخارج حتى في قضية اغتيال سليماني كان الموقف من أقصر يسار إلى أقصر يمين كان هناك وحدة في الاحتفال والدعم لهذه القضية وقضية القتل سليماني وبالتالي كل طرف من الأطراف يسعى إلى توظيف هذه القضية لمصلحته على المستوى الانتخابي هم مقبلون على انتخابات قادمة هناك أزمة يعاني منها نتنياهو يريد أن يظهر كما جاء في التقرير صديقي أن نتنياهو يريد أن يظهر بأنه الشخصية القوية القادرة التي ترتبط بعلاقات دولية وتخدم إسرائيل بشكل كبير وهل يفلح بذلك سيد جهاد باعتقادك بتوظيف هذا الاغتيال وتسويقه انتخابيا في ظل الحصار السياسي والقضاء المفروض على الرجل في الداخل يعني قد يحقق أهداف في هذا الجانب يعني ليس من الواضح أن نتنياهو يستطيع أن يجني نتائج لكنه فعلا يعني حتى في رصد الصحافة الإسرائيلية في رصد ما كتب عن من كتاب هناك أجواء تتحدث عن أن الأداء الحكومة بعد قضية اغتيال قاسم سليماني كانت حذرة بشكل كبير حتى نتنياهو كان في اليونان وهو يوقع اتفاقية مهمة بالنسبة لإسرائيل وعاد وقطع هذه الزيارة وعاد وبالتالي هذا يعني يعطي انطباعا بأن هذه الشخصية هي شخصية أو شخصية نتنياهو شخصية قيادية وقادرة على قيادة هذا الدولة وحمايتها وكان هناك تحركا أمنيا وعسكريا حتى من خلال المشاورات التي جرت على المستويات مختلفة حتى في الدوائر الضيقة في إسرائيل وهذا كشفت عنه الصحف الإسرائيلية عن مشاورات لبحث التداعيات يعني الخوف من ردود فعل إيرانية هل يفلح نتنياهو في تحقيق هذا الانتصار أو تسجيل أو بمعنى أنه يضيف هذا الانتصار إلى سجل وينجح في التغطية على ما يتهم به بالفساد وكذا إلى آخره هذه قضية يعني يجب التدقيق فيها أكثر أشكرك جزيلا شكر ضيفنا من لندن الكاذبة الصحافية سيد جهادة مفلع ترجمة نانسي قنقر